ينضم إلينا من القدس الدبلوماسي الإسرائيلي السابق مئير كهان أهلا بك أستاذ مئير تعليقك على هذه الضربة، إنعكساتها والمبررات التي سمعناها حتى الساعة خصوصا على لسان هاجاري نعم تحية لك كارولين وشكرا على الاستضافة ما في شك أن هذه أول مرة منذ تسعة أشهر التي تتمكن طائرة من الوصول وعدم تمكن الإسرائيل من اعتراضها في هذه الفترة تعرضت الكثير من المحاولات وكل يوم بتتعرض وبالإضافة إلى ذلك أنه في نفس اليوم تم اعتراض طائرة جاءت شرقا لضرب إسرائيل طائرة مصيرة كما أعلن عن ذلك المتحدث بلسان جيش الدفاع ولكن يجب أن نذكر أن هذه هي طبعا تعتبر مسألة يعني يجب النظر إليها بالكثير من القلق لأنها أولا بالإضافة إلى أنها مقتل إسرائيلي وإصابة عدد آخر بجروح لكنها تعتبر انتصارا معنويا لهذه الحركة وهذا الانتصار المعنوي بأنهم وصلوا إلى تل افيف وتمكنوا من ضرب عصب الحياة التجارية في هذه المدينة بالإضافة إلى إشاعة جو من الزعر والفزع في أوساط الشعب الإسرائيلي يجب أن نذكر أن هذه الطائرة المسيارة التي قطعت مسافة نحو ألفين كيلومتر وعندما وصلت لكي تصل إلى إسرائيل هي انفجرت جوا ولم تنفجر على الأرض وهذا الأمر حالة دون وقوع كسائر فدحة في الأرواح وفي الممتلكات هذا الانتصار المعنوي الذي ذكرته أستاذ مئير كيف يمكن أن ينعكس على الداخل الإسرائيلي نقل لنا مرسلنا من تل أبيب قبل بعض الوقت هناك انتقادات لنتانياهو من اليمين من اليسار من المعارضة وخصوصا أنه حتى الساعة لم يكن هناك أي بيان من مكتب رئيس الحكومة نعم صحيح أنه في حالة احتقان في إسرائيل لهذا الموضوع لكن يجب أن نذكر أن المسألة هي التي تتعلق من نتانياهو وإنما الأمر يتعلق بالتحالف الدولي الذي تقوده لولايات المتحدة أسقطت أربع مسيرات قيادة المنطقة الوسطى نعم أسقطت أربع مسيرات ومسايرة واحدة لم تسقط وعلى أمل أن إسرائيل كانت يجب أن تسقطها ولكن كما صرح المتحدث بلسان جيش الدفاع أنه خطأا بشريا حالة دون إسقاط هذه الطائرة لكن طبعا يجب أن نذكر أن مسألة الحسيين هي ليست فقط مسألة تتعلق بإسرائيل وأنها هي مشكلة المجتمع الدولي بأسره الحسيون الذين يقومون بضرب الملاحة البحرية في البحر الأحمر مصر بتفقد مليار دولار سنويا والعالم يصمت صحيح ولكن هذا بغض النظر اليوم حديثي معك أستاذ مؤين على الداخل الإسرائيلي يعني اليوم نعرف أن هناك خلافات بين المستوى السياسي والمستوى العسكري ضربة من هذا النوع أن أيا يكون التحالف الذي يمكن أن يساعد في إسقاط المسيرات أو بحماية المجال الجوي لإسرائيل اليوم تبقى إسرائيل برادراتها بقبتها الحديدية بكل التكنولوجيات لديها قادرة على إيقاف مسيرة أو إسقاط مسيرة وبالتالي السؤال اليوم على الداخل الإسرائيلي على الحكومة كيف يمكن أن يكون التأثير خصوصا أن حالة الخوف اليوم في تل أبيب لم نكن أو لم نشهدها في السابق وبالتالي المظاهرات أصلا مستمرة في الشارع ومثل هذا الاستهداف سيزيد من الضغوط نعم ما فيه شك ولكن أنا أعتقد أن الأمر لا يتعلق بإسرائيل وحدها يجب أن نذكر أن الولايات المتحدة بتتعامل مع إيران بسياسة الاحتواء وهذه سياسة الاحتواء رغم أنها بتعرض حياة الجنود الأمريكيين للخطر في العراق وفي سوريا وهي تتعامل بالكثير من وهذا يتيح أيضا للجانب الإيراني بعدم المبالاة للرئيس بايدن المسألة تتعلق بالسياسة الأمريكية هل هذا يقنع الداخل الإسرائيلي أستاذ مئي؟ في عهد ترامب فهذا الأمم يعني اليوم هل يمكن أن نكون أمام بيان من مكتب رئيس الحكومة يقول أن هذا الموضوع لا يعني إسرائيل فقط بل يعني الولايات المتحدة أيضا؟ طبعا لأن المسألة أن إسرائيل كما تعرضت للهجمة الصاروخية الغير مسبوقة من إيران لأول مرة 350 صاروخ باليستي وبالإضافة إلى 150 من حلفاء في المنطقة 500 صاروخ باليستي تعرضت له وهو هجوم غير مسبوقة لم تتعرض له دولة في العالم صحيح أنها تمكنت من إسخاط 70% من هذه الصواريخ 30% من التحالف الدولي ولذلك هي تعمل وفقا للتحالف الدولي ماذا قالت أمريكا؟ قالت أمريكا لإسرائيل عبارة واحدة لا يعني بمعنى وضعت معادلة رفح مقابل ضربة رد إسرائيلي على الضربة الجوية من قبل إيران بمعنى نحن نرى أن إسرائيل يديها مقيدة في هذه المسألة لأنها تعود للسياسة الأمريكية وهذه السياسة الأمريكية متخزلة تجربة الخطوط الحمر دكتور أو أستاذ مقير خطوط بايدن وإدارة بايدن مع كل زيارات بلينكين ومع كل المبعوثين ومع كل الوفود الإسرائيلية التي ذهبت إلى واشنطن إسرائيل تخطط كل الخطوط الحمر وكل الدونتز تخططهم وقامت بفعلهم هل يختلف الموضوع الآن عندما يتعلق الوضع بضربة في وسط تل أبي طبعا هناك زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء نتنياهو ولقاه مع رئيس بايدن لا شك أن هذا الموضوع سيكون مكان الصدارة في هذه المحادثات بالإضافة إلى نقطة أخرى تتعلق مع اقتراب إيران للسلاح النووي هذا الموضوع نحن بحسب التقديرات في إسرائيل سنشهد تصعيدا كبيرا في الأيام القادمة من قبل إيران وخلفاء في المنطقة حزب الله والتيارات الشعية الميليشيات الشعية في سوريا والعراق وأيضا من اليمن في الأيام المقبلة والهدف منه إلهاء إسرائيل والمجتمع الدولي لمسألة اقتراب إيران من سلاح النووي وهي تعمل على ذلك في هذه الأيام عشية أو قبل وصول بايدن إلى السلطة آسف عشية عشية وصول ترامب إلى السلطة بانتظار كيف يمكن أن تترجم هذه الزيارة وبانتظار أيضا معرفة ما سيكون التأثير لهذه الضربة التي تبنها الحثيون في تل أبيب على الداخل الإسرائيلي بمستويه العسكري والسياسي شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا من القدس الدبلوماسي مئير كوهان